نقطة الرعاية اللي لقينا ناس بتتكلم فيها بصورة مستفزة شايفي اعتراضات كتير جدا وبتعمل مقارنات المقارنات مش في صالحك المقارنات أصلا مش في صالحك فما تعملش مقارنات من أول ما قاله النادي الأهلي والإعلان عن الرعاة كل شوية تلاقي واحد كده طالع لك ما عرفش طالع لك منين يقول لك إيه اشمعنا النادي الأهلي ياخدوا الأرقام دي اشمعنا النادي الأهلي دول بيدولوا الفلوس دي اشمعنا النادي الأهلي ياخد أحسن من أي نادي يا محللين يا هم نفسين يا أخوانا ده اسمه سوق واستثمار يعني الكل اللي دفع جنيه كراعي للأهلي عارف انه هيكسب معاه مش أربعة بقى وخمسة جنيه ميت جنيه ويمكن أكتر ميت جنيه ويمكن أكتر الموضوع استثمار وحقوق وشطارة واسم مش مجرد كلام وأوهام الرعاية موضوع كبير جدا 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 في معايير كتير جدا لازم تعرفها قبل ما تتكلم فيها انت أكيد عارفها بس بتحاول تغالط جماهيرك بتحاول انك ما تعيش الواقع يا ريت نعيش الواقع بلاش توهموا نفسكوا كلام ده كل سنة بتقال كل سنة بلنا 20 سنة بنسمعه مرة قال لك أصل الكابتن حسن حمدي لما كان رئيس النادي الأهلي ومسك وقالت الله رامل علينا هو طيب الكابتن حسن مشي جيت شركة تانية برضو النادي الأهلي هو اللي بياخد أحسن عوق حوق رعاية وما فيش مقارنات بينه وبين أي نادي تاني الشركة التانية مشيت جيت شركة تالت نفس الكلام واكتر جيت شركة رابعة أكتر فما تهموش بقى الناس ما تعيشوش في الوهم فيه فرق كبير جدا 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 بين الأندية العالمية زي برشلونة وريال مدريد ومان سيتي والنادي الأهلي العظيم وبين الأندية المحلية فيه فرق بين اسم النادي الأهلي واسم أي منافس تاني تحتهم